أم عبداللطيفة من الشارقة تقول هل صنع أشكال ألعاب أطفال وضع على قال بالحلوة جائز علما أن الأشكال لا تأكلبس للمنظر مثل دباديب وأسماك أو شخصيات كرتونية وهل عمل كيكات أعياد الميلاد للزبون جائز أم عبداللطيف بارك الله فيك يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المشتبهات يعني مثلا بعض العلماء يقول لو صنع كعكة على شكل مثل ما ذكرت الدبدوب ولا صورة كرتونية ولا شيء قال ما في بأس لماذا أنه يأكلها وتذهب بعض العلماء قالوا لا يا هذا الأصل فيه المنع الأصل فيه المنع خاصة أنت قلت بأن ما تأكل يعني ستبقى ولذلك اخت الفاضل أنا أنصحك بأن تجتني بهذا خروجا من الخلاف وخاصة في مساء الأكل وما أكل ومسألة بركة وعدم بركة وعودوا أولادكم يعني ما هو بشرط دائما نقلد الآخرين ما هو بشرط نقلد الآخرين ممكن تصنعين شيء ليس فيه مثل هذه الصور وليس فيه مثل هذه الأشياء تصنعي شيء جديد يعني كوني أنت مثلا فاتحت خير على الناس في شيء ما لا علاقة بصور ذوات الأرواح ما لا علاقة بهذه الأشياء شجرة شيء يعني منها الأشياء اللي ما لها علاقة وتؤجرين بإذن الله جل وعد